من الصحف الإسرائيلية صحيفة إسرائيل هايوم تعنون عباس زرع بذرة أعمال الشغب أما صحيفة جروزلينبوس تكتب كيف أدت الزراعة بأندونيسيا إلى محادثات التطبيع مع إسرائيل ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة الرئيس يجتمع مع نظيره المصري واتفقان على تنسيق الموقف والخطوات ومن الصحف العربية صحيفة القدس العربي تعنون تونس الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن البحيري وصحفيون بلا قيود نزع رئاسية لتطويع الإعلام أما من الصحف العالمية صحيفة إسفيتسيا الروسية تعنون هل ستقدم روسيا والناتو تنازلات مرحبا بك عمر مرة أخرى إذن نبدأ جولتنا في عالم الصحافة ونبدأ مع صحيفة دعوة أحرونوت مظاهرات تجريف الأراضي في كل ما يخص النقب في جنوب البلاد وصحيفة آردس اليسارية تخرج في عنوان أيضا أعمال شغب اندلعت في النقب احتجاجا على عمل الصندوق القومي اليهودي تجدر الإشتارة أن هذه الاحتجاجات ما زالت متواصلة حتى اللحظة صحيح وسام وبشكل عام نتحدث عن هذا الملف هناك مواجهات بين شبان من قبيلة الأطرش البدوية العربية التي تسكن صحراء النقب جنوب إسرائيل احتجاجا على قيام السلطات الإسرائيلية بزرع أشجار في أرضهم وعندما أقول أرضهم فإن هذه روايتهم أما بالنسبة لإسرائيل فإن هذه الأراضي التي يسكنون عليها هي أراضي دولة وليست أرض هذه القبيلة وبالتالي فإن الزرع الأشجار هو ليس المرض بل هو أعراض المرض المرض الأساسي هو أن هناك خلاف على الأرض في النقب بين إسرائيل من جهة والقبائل البدوية التي تسكن هناك من جهة أخرى القبائل تقول أن هذه الأرض لهم وهم يسكنون عليها منذ ما قبل قيام إسرائيل وإسرائيل تقول أن هذه الأراضي ما هي إلا أراضي دولة وأن البدو يعتدون على هذه الأراضي بكل حال هذه الاحتجاجات أسفرت عن العديد من الإصابات في صفوف المحتجين إضافة إلى سلسلة من الاتقالات وبطبيعة الحال فإن هناك أيضا أعمال عنف قام بها المتظاهرون إلقاء حجارة، إغلاق سكة الحديد وأيضا إحراق سيارة لصحف إسرائيلي كان يغطي الأحداث في صحيفة إسرائيل هايوم عباس زرع بذرة أعمال الشغب إسرائيل هايوم أيضا في عنوان آخر الحكومة رهينة ونحن نعلم أن هذه الصحيفة هي تنتقد عباس والحكومة الحالية دائما هي تنتقد عباس لأنه جزء من الحكومة هي بالأساس ضد الحكومة هي موالية لأليمين الإسرائيلي الذي يجلس هذا صحيح واليمين الإسرائيلي يجلس الآن في المعارضة وبإمكاننا رؤية الصورة التي اختارتها الصحيفة وهي تظهر هنا وسام وهي صورة للسيارة التي تم إضرام النار بها للصحفي الإسرائيل على كل حال فإن هذه الصحيفة صحيفة إسرائيل هايوم في العنوان الأول تحمل عضو الكنيس ستة وهو من الاتلاف منصور عباس رئيسي القامل العربية الموحدة مسؤولية ما يجري يتوقي باللوم عليه يعني المسؤولية وبالوقوف وراء هذه أعمال الشغب كما هي تدعي وفي العنوان الثاني الحكومة رهينة هذا عنوان لمن قال رأي كتبه أمن لورد وهو يقول أن عرب النقاب قاموا بهذا الاحتجاج ليس لشيء إلا أنهم يعني شخصوا أن هذه الحكومة ما هي إلا رهينة بيد القائمة العربية الموحدة التي بالمناسبة لها العديد من التأييد في الرقاب وبالتالي فإنه هو يريد أن يقول أن هذه الحكومة لماذا رهينة أولا لأن الحكومة الإسرائيلية يعني الأغلبية التي تمتلكها في الكنيسة هي أغلبية بسيطة جدا 61 عضوا من أصل 120 وبالتالي فإنها أي أزمة سياسية تعصف بهذه الحكومة فإن هناك خطر على استقرارها وبطبيعة الحال فإن القائمة الموحدة أيضا استخدمت هذه الورقة ورقة الضغط على الحكومة وقالت إن لم يتم حل هذه المشكلة فإن القائمة العربية الموحدة ستتغيب عن التصويت في الكنيسة وهو ما سيضرب الاتلاف الحاكم في إسرائيل بالصميم في صحيفة هارت عنوان المحكمة العليا منعت وزارة الداخلية من منع لم يشمل بموجب قانون المواطنة صحيفة الأيام الفلسطينية تعنوان العليا الإسرائيلية تمنع وزيرة الداخلية من منع لم يشمل العائلات الفلسطينية وإسرائيل هيوم الصحيفة اليمنية أيضا تعنوان تقدير الاعتلاف والمعارضة بالتعاون على قانون المواطنة إذن على ما يبدو أن هذا القانون ما زال يثير للجدل في أروقة الصحافة الإسرائيلية صحيح أولا هذا القانون هو قانون يعني مؤقت في إسرائيل ويجب تمديده كل فترة بعد أن يتم انتهاء السريان مفعوله وهذا القانون للمشاهدين نذكر أنه يمنح الجنسية للفلسطينيين أو الفلسطينيين الفلسطينيات المتزوجون أو المتزوجات من عرب إسرائيليين أو نساء عربيات من إسرائيل وبطبيعة الحال فإن هذا القانون تم انتهاء سريان مفعوله قبل أشهر وقامت الحكومة الإسرائيلية كعادتها بطرحه على الكنيسة لتمديده ولكن كما قلنا أن الاتلاف الحاكم هو غير مستقر وغير متجانس ولا يمتلك غالبية كبيرة في الكنيسة ما أدى إلى عدم تمريره أي الفشل في تمريره وبالتالي فإنه بقي غير ساري المفعول حتى اليوم العنوان الأولان الأول من هارتس والثاني من الأيام الفلسطينية تتحدث كل من الصحيفة عن وجهة نظرها واحدة وجهة النظر العبرية والثانية الفلسطينية وهو أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية تقوم بمنع تجنيس الفلسطينيين والفلسطينيات بموجب القانون على الرغم من أنه لم يعد ساري المفعول وبالتالي فإن المحكمة العليا الإسرائيلية منعتها من ذلك العنوان الثالث وهو من إسرائيل هيوم وهو أنها ترجح أن الإئتلاف والمعارضة سيعتليان على الفروقات والخلافات بينهما وسيتحدان بشكل استثنائي لتمرير هذا القانون الذي يعتبرونه في إسرائيل أنه صمام الأمان للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وأن هذا القانون ما هو إلا حماية لأمن إسرائيل في صحيفة جوزلم بوست أيضا عنوان كيف أدت الزراع بإندونيسيا إلى محادثات التطبيع مع إسرائيل إذن هذا الخبر يتحدث عن شمؤيل فريدمان وهو إسرائيلي خبير زراعي وهو كان يساعد إندونيسيا الدولة أكبر دولة مسلمة والتي لا يتمتلك مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية كيف كان يساعدها بجلب تقنيات الزراعة وهو يقول أن الدول يجب أن تطبق العلاقات بينها مع الدول الأخرى على أساس الأمن الغذائي الذي لا تقل أهميته عن الأمن العادي والغذاء بحسبه هو أهم من الأسلحة وبالتالي فإن الصحيفة تربط بين هذا الأمر وبين العلاقات التي يبنيها وزير الدفاع الأندونيسي الذي هو بالمناسب ومرشح لرئاسة إندونيسيا مع إسرائيل خصوصا مع كل الحديث في الإعلام عن اقتراب التطبيع على العلاقات بعد زيارة وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بنينكين إلى جاكرتا وأيضا لقاء وزير الدفاع الأندونيسي على هامش مؤتمر المنامة الأمني مع مستشار الأمن لقوم الإسرائيلي الخلوتة في صحيفة الحياء الجديدة الرئيس يجتمع مع نظيره المصري والتفقاني على تنسيق المواقف والخطوات وصحيفة المصر اليوم مصر تؤكد دعمها القضية الفلسطينية إذن بشكل عام نتحدث عن هذا الملف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يجتمع في شرم الشيخ على هامش مؤتمر الشباب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهناك العديد من الأمور التي ناقشاها مثلا كطاع غزة ولكن الأهم هو ما أوردته برأي موقع العربي الجديد وهو أن أبو مازن طلب من السيسي أمراين أولا قناة حوار مع إسرائيل وأعرب عن استعداده للجلوس مع وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد وأيضا أبو مازن طلب من السيسي أن يضغط على حماس والجهاد الإسلامي بتجميد العمليات العسكرية التي يقومون بها في الضفة الغربية البلاد السعودية تعنون انطلاق عملية حرية اليمن السعيد وعقاض السعودية التحالف يطلق الحرية لتنمية اليمن والثورة اليمنية العدوان يشن 63 غارة على شبوة ومأرب والبيضاء ويرتكب 112 خرقا في القانون العنوان الأولان في البلاد وعقاض وهما صحيفتان سعوديتان تحدث عن الخطة التي أطلقها النطق بلسان التحالف لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي وقام بهذا الأمر في شبوة شبوة هي محافظة يمنية غنية بالنفط استعادتها القوات اليمنية بالتعاون مع التحالف من قبضة الحوثيين وهذه الخطة ما هي إلا يعادة إعمار وتنمية لليمن على الرغم من سير المعارك به وعدم انتهاء الحرب هناك وفي الثورة اليمنية وهي صحيفة مقربة من الحوثيين يواصلون نشر حصيلة لعمليات العسكرية التي يقوم به التحالف وكأن هناك أمر وخلافه الأمر ونقيده في هذه العناوين من جهة الصحافة السعودية تتحدث عن جهود للتنمية في اليمن ورفع جودة حياة الناس والصحافة المقربة من الحوثيين هي تعرض الأمور السلبية فقط القادمة من التحالف ترجمة نانسي قنقر